موسيقى الأخبار من الميادين أهلا بكم وفي عنوينها موسيقى اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في محاور التوغل بغزة والأخير يصعد عدوانه على القطاع ويرتكب المزيد من المجازر موسيقى شهيد برصاص الاحتلال في جنين بالضفة والمقاومون يتصدون للاقتحامات ويستهدفون القوات الإسرائيلية بالعبوات المتفجرة المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجهيزات تجسسية بحرية إسرائيلية في رأس النقورة بصاروخ موجه خاص وتقصف مواقع عديدة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أربعة وثلاثين في هجوم على قاعدة شمال الأردن الجيش الأمريكي توقع ارتفاع عدد الإصابات وممثلية إيران بالأمم المتحدة تنفي أي علاقة لطهران بالهجمات عبدالله يان في باكستان لبحث القضايا الثنائية ومكافحة الإرهاب طهران وإسلام أباد تحذران من خطط لزعزعة العلاقات بينهما أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة للأخبار ونستهلها بتطورات ملحمة طوفان الأقصى تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن تحطم طائرة غير مأهولة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنات كفار مردخاي قرب تل أبيب من جهة أخرى تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في مختلف محاور الاشتباك خصوصا في خان يونس وفي مدينة غزة كتائب القسام أعلنت استهداف أربع دبابات ميركافة في منطقة جورة العقاد وحي الأمل غرب مدينة خان يونس ووزعت القسام مشاهد قصف قوات إسرائيلية راجلة في محاور التقدم في المنطقة الوسطى بقدائف الهاون اوه حزجي اوه حزجي سرايا القدس أعلنت قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة وخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة في محاور التوغل بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس كما أعلنت تفجير دبابة واستهداف عدد من الآليات العسكرية للاحتلال وبثت مشاهدة عن تحضير عبوات ناسفة وعنونت هذا الفيديو باسم عبواتنا براكين بأجسادكم تتضرم اشتركوا في القناة كتائب المجاهدين أيضا أعلنت إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع ايفو ماكس فورتي في جنوب غزة بالسلاح المناسب كما أعلنت استهداف قاعدة رعيم الجوية بعدد من الصواريخ من جهتها نفذت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى رمايات تكتيكية لتمركز آليات الاحتلال وجنوده في المناطق الشرقية لجباليا ترجمة نانسي قنقر وأمام تقدم المقاومة في الميدان وصلت آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب المجازر في غزة طائرات الاحتلال أغارت على أحد المنازل في مخيم النصيرات وسط القطع فيما استهدفت قوات الاحتلال كل من يتحرك خارج مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة تزامنا مع اطلاق الطائرات المسيرة النار باتجاه المقبرة الجماعية في ساحة المجمع هذا وارتفعت الحصيلة غير نهائية للشهداء منذ بداية العدوان إلى 26422 مع إصابة أكثر من 65 ألفا بعد كل هذه التطورات الميدانية كيف تبدو الآن الأوضاع في غزة نتابع المزيد معك مراسل الميادين في غزة الزميل أحمد غانم تفضل نعم محمد هذه الليلة كانت ليلة قاسية على معظم مناطق قطع غزة ولسيما أيضا مدينة تحديدا مدينة غزة وشمال بشكل مفيد وارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق سكان قطع غزة أكبر هذه المجازر كانت مجزرة منطقة السوارحة حيث استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا هناك وارتقى فيه ما يزيد على 23 شهيدا وهي عائلة المطوي وهناك عدد أخرى من الشهداء والبقودين تحت الأنقاض وكان أيضا هذه الليلة هناك عدد من الشهداء في قلب مدينة غزة في منطقة الشاطئ تحديدا حيث ارتقى عشرة شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم الشاطئ غرب طبعا غرب المدينة بالإضافة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قالت عافوا نعم أيضا أحمد التي غزة وتشيل منها ثلاثة آخرين نعم أحمد الاتصالية تقطع بعض الشيء عذرا أنك هذا وقع غزي محمد حقيقة لا أعرف إذا كنت أسمعني تفضل الآن نسمعك بوضوح نعم أيضا كان هناك عدة شهداء باستهداف الاحتلال لشبقة سكنية لعائلة الشرفة في مدينة غزة ورتشل من هذا القصف ثلاثة شهداء أيضا عدد من الإصابات وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة واسعة من الأحزمة النارية على مدينة غزة في أكثر من مربع ولكن التركيز كان في ملاطق نصر والشيخ ابدا عدوان ملاطق جنوب غرب مدينة غزة وكذلك منطقة مفترق الأزهر فضلا عن استهداف منزل في شارع الصناعة استهداف منزل في شارع الصناعة بالقرب من مفترق الجامعات أعادت انتشارها في ملاطق واسعة من مدينة غزة بالأمس شن الجيش الإسرائيلي سلسلة واسعة من الغارات في محيط مجمع الشفاء الطبي سمعت أصوات الفجارات عنيفة ناجمة عن قصف إسرائيلي بطائرات وكذلك بالمدفعية في محيط هذا المجمع واستهدفت الطائرات الحربية منزلا على بوابة مجمع الشفاء الطبي كان هناك حديث يدور عن وصول الدبابات الإسرائيلية إلى بوابة مجمع الشفاء الطبي طبعا مجددا ولكن بسبب انقطاع الاتصالات هناك مناطق شمال القطاع والإنترنت ربما كان من الصعب التعرف على محور ارتكاز الآليات الإسرائيلية في تلك المنطقة طبعا القصف الإسرائيلي حقيقة طاول مناطق عديدة من المدينة ولسيما الأطراف الشرقية مدينة غزة الأطراف الشرقية بالتزام مع بعض التقدم لبعض مئات العمتار للآليات الإسرائيلية في محاور عديدة ولسيما الأطراف شكرا جزيلا لك للأسف هناك رداءة في الاتصال بسبب سوء وصعوبة الاتصالات بالأساس انقطاع شبكة الانترنت في الكثير من الأحيان في غزة الزميل أحمد غاني مراسل الميادين من هناك شكرا جزيلا لك في شمال القطاع جال مراسلنا محمود العوضية في مجمع الشفاء الطبي الذي عاد لاستقبال الجرحة والمصابين من جراء القصف الإسرائيلي المستمر نحن الآن في داخل مجمع الشفاء الطبي تحديدا في قسم الاستقبال سنرصد لكم معاناة الجرحة والمرضى في داخل هذا القسم خاصة بعدما أعادت وزارة الصحة العمل في داخل هذا المستشفى بعدما تعرض للقصف وتعرض للإقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أوضاع مأساوية يعانيها الجرحة هنا والمرضى في داخل هذا القسم كما نشاهد اقتضاض كبير للمرضى والجرحة في هذا المكان وسط ظروف مأساوية ووسط ظروف صحية صعبة يعانيها الناس في هذا المكان حدثنا عن ظروفكم كيف الظروف اللي بتعشوها في داخل هذا القسم في داخل مجمع الشفاء والله بصراحة القسم يبزل ما بوسعه صح هاي الأمكانات المتوفرة بنقدرش نقول فيه إهمال بنقدرش نقول ما فيش عناية لا فيه بس هاي اللي بقدر نستطعوه يعملوه نظرا لكثرة المصابين ايش صار معاك انت عارب ايش اللي صار معاك ايش اللي صار معاك صوابت ببطني وماما والبابا استشهدوه انت لحالات؟ انا واخوي وعمي بقينا نيمين نادوا علينا اليهود خلونا نطلع من الضور خلونا نطلع الساعة ما شانا شوي طبو في نطاخ فيه اللي استشهد وفيه اللي الصواب وانا من اللي جبت نطلقه في رجل معاي سكر وضغط وبطرول اياها هاي اللي خدتو الحمد لله علمنا الله بواجه رسالة العالم تشوف اهل غز ليش بعملوا فينا هي ليش كتلونا ليش هقشونا والعالم بتفرج علينا الله انا كنت نازح في معسكر جباليا وخبط علينا قدايف وتصوابه وإلي هلقيت سبعين يوم منستنى في شرائح بلاتين ومش موجودات يعني علاجنا مش موجود يعني اللحم مفتوح عندي إله سبعين يوم وكما استمعنا لشهادات الناس هنا في داخل مجمع الشفاء الطبي هم يناشدون المؤسسات الدولية من أجل الإسراع والسماح لهم بإدخال فرق طبية من أجل معالجتهم خاصة في ظل نقص الإمكانيات الطبية هنا في داخل مجمع الشفاء الطبي كونه المستشفى الوحيد ربما الأكبر الذي يعمل في مدينة غزة ضمن ظروف سيئة وضمن ظروف صحية صعبة محمود العوضية من داخل مجمع الشفاء الطبي الميادين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين بعدما نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات شملت مناطق في جنين في الضفة الغربية وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت فلسطينيين في بلدة يعبد عقب اقتحامها وذلك إلى جانب اندلاع مواجهات في البلدة فيما تصدى مقاومون فلسطينيون بالرصاص الحي لاقتحامات الاحتلال وخلال ساعات الفجر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيمي عسكر الجديد وبلاطة شرقية نابلس وسط اطلاق نار اعلنت كتائب القسام في جنين ان مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والتصدي للعدوان بعبوات شديدة الانفجار واضافت القسام ان مقاوميها خاضوا اشتباكات عنفة مع جيش الاحتلال الذي اقتحم المنطقة الشرقية لمدينة جنين الى ذلك عمدت جرافات الاحتلال الاسرائيلي الى تدمير البنية التحتية في حارة الصفوري بمخيم جنين في الضفة الغربية وشمال بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجرا مخيمة عيدة ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وقوات الاحتلال دهمت العديد من المنازل في المخيم وعمدت الى تحطيم وتخريب محتوياتها والاعتداء على قاطنيها واجراء تحقيقات ميدانية معهم واعتقلت شابين نقلاه الى احد مراكز الاعتقال وبينما يتواصل العدوان الاسرائيلي على غزة تؤكد صحيفة وول ستريت جورنال ان ثمانين في المائة من انفاق حماس ما زالت سليمة فيما يعمد جيش الاحتلال الى تقليص قواته في غزة جبهات القتال تزداد تعقيدا في وجه اسرائيل ولسيما مع تقليص حضور قواتها في نقاط عديدة سحب جيش الاحتلال الكتيبة سبعة الاف ومائة وسبعا من غزة بعد اشهر من القتال فيما عادت الشرطة الاسرائيلية الى مناطقا سحب منها الجيش شمالي القطاع لكن المأزق الاكبر المثير للتساؤلات ما حققه العدوان الاسرائيلي بعد نحو ستة عشر اسبوعا غير المجازر والدمار هذا ما عكسته صحيفة وول ستريت جورنال في نقلها عن مسؤولين قولهم ان ثمانين في المئة من انفاق حماس لا تزال سليمة بعد اسابيع من محاولات اسرائيل تدميرها على رغم هذا الاخفاق الكبير خفض الجيش الاسرائيلي من عديد قوات الاحتياط في غزة وعمد الى سحب اللواء الاحتياط الرابع اي لواء كريات من خان يونس وانهى مهمته بحسب موقع راوتر نت الاسرائيلي اما هيئة البث الاسرائيلي فنقلت عن مسؤولين امنيين قولهم ان الفشل في اتخاذ اجراءات اليوم التالي يسهم باستعادة حماس السيطرة في غزة جبهة الشمال مع لبنان لا تقل سخونة عن جبهة غزة بل تؤرق بال المسؤولين في تل ابيب عضو الكنيسة السابقة عن حزب هناك مستقبل نيرا شافيك قالت ان حزب الله احتل الشمال من دون ادخال اي قوة فيما رأى اللواء في الاحتياط الاسرائيلي غيرشون هوكوهين ان حزب الله نجح عبر جهد بسيط في منع الاسرائيليين من العودة الى مستوطنات الشمال مع المحافظة على عدم تدهور المواجهات الى حرب شاملة فيما رفع الجيش الاسرائيلي جاهزيته على الجبهة الشمالية مع لبنان بتدريبات على مستوى كتائب بالذخيرة الحية وقتال المدن دائرة الاستهداف تتسع ضد اسرائيل ولسيما مع استهداف المقاومة الاسلامية في العراق ميناء اسدود الاسرائيلي اضافة الى العمليات اليمنية في البحر الاحمر والصواريخ والمسيرات باتجاه فلسطين المحتلة وكلها جبهات مشتعلة في وجه اسرائيل محمد عز الدين الميادي نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصدر سياسي قوله انه جرى احراز تقدم في اتفاق في باريس بين اسرائيل ومدير السي اي اي ورئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات العامة المصرية بشأن اطار صفقة الاسراء في غزة التي من المحتمل ان تشمل مرحلتين على الاقل واضافت المصادر انه من المتوقع ان يواصل الجانبان المناقشة هذا الاسبوع في اجتماعات متبادلة واضافية وقال المصدر انه لم يجري ابلاغ حماس بالمخطط بعد وان رئيس الموساد دافيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار سيطلعاني كابنت على التطورات اليوم فاد موقع واكسيوس ان مسؤولين امنيين عقدوا اجتماعات بشكل سري في الرياض لبحث ترتيبات الوضع في غزة بعد الحرب الموقع اشار الى ان البحث تضمن كذلك خططا حول مشاركة السلطة الفلسطينية مؤكدا ان السعودية والاردن ومصر والسلطة الفلسطينية شاركت عبر مسؤولين امنيين رفعية المستوى في الاجتماعات التي عقدت قبل نحو عشرة ايام الان الى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة حيث اعلنت المقاومة الاسلامية استهداف موقعي بركة ريشا وحدب يارين بصواريخ بوركان محققة اصابات مباشرة كما استهدفت المقاومة انتشارا لجنود الاحتلال في ثكنة هونين ومحيطها اضافة الى موقع تل شعر بالاسلحة الصاروخية المقاومة استهدفت ايضا قاعدة خربة معر بصاروخي فلق واحد وموقع الراهب بصاروخ بركان وحققت اصابات مباشرة يأتي ذلك فيما بثت المقاومة الاسلامية في لبنان مشاهدة من عملية استهداف تجهيزات تجسسية بحرية في موقع رأس النقورة البحرية التابع للاحتلال الاسرائيلي بصاروخ موجه خاص واللافت فيه اعادة توجيهه بعد اطلاقه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكد الاحتلال ان حزب الله نجح في افراغ المستوطنات الشمالية واصفا الحرب معه بانها قاسية في المقابل برزت مواقف للبطريار كالماروني بشارة بطرس الراعي خلال عظة الاحد تحدث فيها عما وصفه بانتصارات وهمية وقال ان اهل القرى الحدودية الجنوبية يرفضون ان يكونوا كبشة محرقة لثقافة الموت على حد تعبيره بامكانكم ان تتصوروا مدى الفشل والفوضى والاخفاق والقلق الذي يترتب على هذا الواقع المرير وتدعياته على المستقبل التعليمي والنفسي لأولادنا نرفض ان نكون وافراد عائلاتنا رهائن ودروع بشرية وكبشة محرقة لسياسات لبنانية فاشلة ولثقافة الموت التي لم تجر على بلادنا سوى الانتصارات الوهمية والهزائم المخزية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان اكد ان اهل الجنوب لا يحتاجون الى شهادة من احد لانهم هم الشهادة والحياة والانتصار وقال ان تحرير لبنان ليس وهميا وحج العالم المستمر الى لبنان بخلفية حماية الكيان الصهيوني ايضا ليس وهميا ولفت المفتي قبلان الان المعيار الوطني اليوم هو جبهة الجنوب حتى يبقى لبنان لبنانا وحتى تظل وجال هذا البلد تتكلم العربية لا العمرية وحتى لا تتحول المساجد والكنائس في لبنان الى كيانات ودشم صهيونية بعد المحاولات الاسرائيلية الفاشلة لترهيب المقاومة الاسلامية في لبنان تارة بالسياسة وطورا بالقوة العسكرية يعيش مستوطنو الشمال كما المستويان السياسي والاعلامي في الكيان حالة تخبط وخوف من امكانية تفلت المواجهة من حدودها نتابع التفاصيل في تقرير محمد درويش لا يشبه الوضع في شمال فلسطين المحتلة اليوم اي مشهد للحياة قبل السابع من اكتوبر تخلو شوارع كريات شمونة والامطل ومعها شلومي وافيفيم من مستوطنيها المأسورين خلف قطبان النزوح فحرب الشمال حولت بيوتهم الى مخابئ عسكرية لجنود الاحتلال شكلت اهدافا ثمينة لصواريخ المقاومة في عز الاستنفار وذروة التحصين تقف الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة على عتبة تحول ضاربة باساساتها عميقا في معركة تحمل نفسا طويلا عنوانه الصمود هنا يقف المقاومون بثبات يفردون المعادلات ويردون على الاعتداءات ويكبدون الاحتلال الخسائر امام عدسات الكاميرا هو نهج مدروس في اطار معركة طوفان الاقصى شكل معضلة بالنسبة للاحتلال الذي رهن على الضغوط السياسية لترهيب المقاومة ففشل وعلى التصعيد الميداني آملا في انتزاع تنازلات منها فشل فيها ايضا هو اختبار عسكري حساس يعيش فيه قادة الاحتلال هاجس الوقت الذي يعرفون انه لم يعد في مصلحتهم لعبة الحسابات الاسرائيلية الخاطئة في الشمال تمهيدا لفرملة اندفاعة المقاومة على الحدود ادخلت الاعلام الاسرائيلي في متاهة المستوى السياسي نفسها تهويل وترهيب ووعيد يقابلها اقرار بنجاح المقاومة في افراغ المستوطنات من دون ادخال اي قوات وتحذيرات من عواقب الدخول في اي مواجهة قد تدفع بحزب الله الى اطلاق الف صاروخ كل ساعتين بحسب وسائل اعلام اسرائيلية نحن لسنا في معركة بين الحروب هناك حرب في الشمال نحن في حرب عصرية لقد احتلوا المنارة واشلومي من دون ادخال اي قوة لنضع هذا على الطاولة يدرك الاسرائيلي الذي يتعمد وضع العصي في دواليب التسوية في القطاع ان تشريع باب الدبلوماسية لتبريد الجبهة الشمالية مرتبط بوقف القتال في غزة على ان استمرار الوضع الراهن سيدخل الاحتلال في نفق الجحيم فان كان للدبلوماسية ثمن فالحرب لها اثمن نفت ممثلية ايران في الامم المتحدة علاقة بلادها بالهجوم ضد موقع للقوات الامريكية على حدود الاردن وسوريا والذي اسفر عن مقتل ثلاثة جنود امريكيين واصابة اربعة وثلاثين اخرين الممثلية الايرانية في الامم المتحدة شددت لوكالة ايرنا على ان الاعتداءات الامريكية بشأن ظلوع ايران بالهجمات لا صحة لها مضيفة ان الصراع يدور بين الجيش الامريكي وقوات المقاومة في المنطقة هذا واكدت القيادة الوسطى الامريكية ارتفاع عدد الاصابات في صفوف قواتها بالهجوم الذي استهدف موقع البرج اثنين وعشرين شمال الاردن الى اربعة وثلاثين شخصا ونقلها المزيد من المصابين للعلاج القيادة في بيان لها قالت انه تم اجلاء ثمانية من الجنود الجرحى من الاردن للحصول على رعاية صحية ذات مستوى متقدم مشيرة لانها تتوقع ان يرتفع هذا العدد وبحسب البيان يوجد في القاعدة ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين من افراد الجيش وقوات سلاح الجو الامريكي منتشرين في القاعدة ويقومون بعدد من وظائف الدعم الرئيسية الرئيس الامريكي جو بايدن هدد بالرد على مقتل ثلاثة جنود امريكيين وجرح اكثر من اربعة وثلاثين في هجوم بالطائرات المسيرة على موقع عند الحدود الاردنية السورية واعتبر خلال جولة انتخابية في ولاية ساوث كارولاينا ان ما جرى يوم قاس في الشرق الاوسط اريد ان اشير الى اننا مررنا بيوم صعب الليلة الماضي عندما فقدنا ثلاثة جنود شجعان في هجوم على احدى قواعدنا وانا اطلبوا دقيقة صمت وسوف نقوم بالرد شكرا جزيلا لكم جميعا البيت الابيض قال ان الرئيس بايدن اطلع على تفاصيل الهجوم بحضور كبار مسئولي اجهزة الاستخبارات وقائد الاركان ووزيراء الخارجية والدفاع وزير الدفاع لويد اوستن حمل ما سماها الميليشيات المدعومة من ايران المسئولية عن الهجمات المستمرة على القوات الامريكية اوستن قال انه والرئيس بايدن سيتخذان جميع الاجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها وفق تعبيره الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولاي رأى ان قلب امريكا مثقل بمقتل ثلاثة جنود لكنه لم يثقل بقتل وجرح مئة الف فلسطيني في غزة الولاي وفي منشور على منصة اكس اشاره الان الانتقائية وتناقض السلوك الامريكي اسقطا عن واشنطن انسانيتها المدعات وكشفا وجهها الاجرامي قائلا ان الولايات المتحدة فقدت التعاطف والتضامن الدوليين وباتت اليوم تعيش عزلة حقيقية الاردن دان الهجوم ووصفه بالارهابي وقال انه استهدف موقع متقدما على الحدود مع سوريا الناطق الرسمي باسم الحكومة اوضح ان القتلى والجرح الامريكيين هم من القوات التي تتعاون مع الاردن في مواجهة خطر الارهاب وتأمين الحدود مؤكدا ان الاردن سيستمر في مواجهة الارهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية الى البلاد وسيتصدى بكل حزم لكل من يحاول الاعتداء على امن البلاد المقاومة الاسلامية في العراق كانت قد اعلنت في بيان استهدافها قاعدة الاحتلال الامريكي قرب مطار اربيل شمال العراق بالطائرات المسيرة ونشرت مشاهد عملية اطلاق مسيرة باتجاه قاعدة امريكية في خربة عدنان بسوريا اشتركوا في القناة وكشفت مصادر خاصة للميادين من العراق ان القصف نفذ من سوريا وعلى اهداف امريكية عسكرية غير شرعية في الداخل السوري مصادر الميادين من دمشق اكدت ان الهجوم في مخيم الركبان في الداخل السوري جرى بالطائرات المسيرة ونفذ على قاعدة التنف في الداخل السوري على مثلث الحدود السورية العراقية الاردنية ما ادى الى وقوع قتلى ومصابين في صفوف القوات الامريكية الموجودة داخل القاعدة غير الشرعية للتحالف الدولي المصدر تابع ان الطائرات المسيرة تتمكنت من اختراق نظام دفاع جوي متطور ووصلت الى القاعدة التي تشهد انتشارا لجنود امريكيين وبريطانيين ورجحت المصادر وقوع عدد كبير من القتلى والجرحة وذلك بعد يوم واحد من تسبب الهجمات على قاعدة كونيكو شمال دير الزور باصابة ثلاثة جنود على الاقل اتهمت المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بفلسطين الدول التي علقت تمويلها لوكالة الانوروة بتنفيذ عقاب جماعي بحق ملايين الفلسطينيين في هذا التوقيت الحساس المقررة الاممية اكدت ان هذه الدول تنتهك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الابادة الجماعية مشيرة الى ان قرارها تعليق التمويل للوكالة الاممية يأتي بعد استنتاج محكمة العدل الدولية ان اسرائيل ترتكب ابادة جماعية في غزة الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتاريش ناشد الدول التي اوقفت التمويل اعادة دعم الوكالة متعاهدا محاسبة من وصفهم الغرب بالمتورطين في اعمال ارهابية في المقابل هاجم المندوب الاسرائيلي لدى الامم المتحدة جوتاريش بسبب هذا الموقف وقال المندوب الاسرائيلي في منشور الله قال ان جوتاريش ركز على جمع التبرعات للانروا قبل ان يجري تحقيقا لكشف عناصر حماس فيها وفق تعبيره قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف ان سكان قطاع غزة يعانون بشدة ويموتون وسط كارثة انسانية ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي يوسف اكد على حسابه في منصة اكس ان حكومة اسكتلندا لن توقف او تسحب المساعدات المقدمة لوكالة الانروا وتؤكدوا التزامها بضرورة استمرار وصول المساعدات الى قطاع غزة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا قال ان محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارات مهمة من الناحية السياسية والقانونية واشار خلال مؤتمر صحفي لان حرب اسرائيل على الانروا ليست جديدة بل هي عمدت منذ فترة الى تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين ان هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط اسرائيل لتهجير اهلنا من غزة ويجب ان يتوقف ان تجميد المساعدات يأتي في اصعب الظروف في الوقت الذي فيه قالت المحكمة العدل الدولية بان على اسرائيل السماح بادخال المساعدات فورا الى غزة والانروا تساهم في اغاثة حوالي واحد سبعة في العشر مليون انسان هناك ان الهجوم الاسرائيلي على الامم المتحدة وخاص الانروا هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم والتي استخدمت في المحكمة الدولية لادانة اسرائيل من جهته قال الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي ان البيت الابيض يؤيد قرار وقف تمويل وكالة الانروا واضاف ان واشنطن تنتظر تحقيقا بمسألة تورط موظفين من درجة رفيعة باعمال ارهابية على حد تعبيره لقد قمنا بتعليق اي اموال لم يتم تخصيصها بعد للانروا في انتظار نتائج التحقيق وما زلنا نراقب هذا عن كثاب ونحن نرحب الامين العام للامم المتحدة والمفوض العام للانروا تعليقاتهما تدعو الى اجراء تحقيق كامل وكما اوضح الوزير بلينكين في مكالمته مع الامين العام جوتريتش نتوقع ان يكون ذلك تحقيقا شاملا وشفافا واولئك سيحسبون على ذلك حتى بما في ذلك امكانية الملاحقة الجنائية اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان انه يتعين على المجتمع الدولي تطبيق القانون الانساني الدولي واضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري ان المطلوب ان تلتزم اسرائيل القانون الدولي وزير الخارجية المصري سامح شكري لفتة الى ان الالفاظ التي استخدمت ضد موظفين في الانروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل ستة وعشرين الف فلسطيني مطالبا بالوقف الفوري لاطلاق النار في غزة كما اكد ان المخاطر في البحر الاحمر كانت بسبب الممارسات الاسرائيلية في غزة بما يمهد الطرق رفض الجانب الاسرائيلي لحكم المحكمة رفضا كاملا وعدم التجاوب معه هو ما اتى بالوضع الذي نحن فيه الان الذي نشاهد نقترب من ثلاثين الف مدني قتيل في غزة السياسة ممنهجة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة كل هذه مخالفات واضحة للقانون الانساني الدولي القانون الدولي وهنا المجتمع الدولي امام خيار هل يريد ان يكون للقانون الدولي قيمة؟ هل يريد ان يكون للسلام مكان؟ كذلك تطورات الاخيرة في البحر الاحمر واليامن وتبعتها السلبية الجسيمة على امن المنطقة وحرية الملاحة والتغارة العالمية ونشدد من هنا على ان حرية الملاحة والتغارة العالميين هي حقوق ومبادئ نولية ثابتة على الجميع الالتزام بها مع التأكيد مجددا على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة بسبب الممارسة الإسرائيلية في غزة قالت صحيفة التليجرافة البريطانية أن السفن الحربية البريطانية تفتقر إلى القوة النارية لمهاجمة الأهداف البرية لأنصار الله وأشارت الصحيفة لأن أي من المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية لا تمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ على الأهداف على الأرض ما يترك للولايات المتحدة تنفيذ غالبية الضربات على الأهداف اليمنية وصفة هذا الأمر بالفضيحة طالب نواب وناشطون بريطانيون حكومتهم بالتوقف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي والعمل على وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحذروا من إمكانية اندلاع حرب إقليمية مع فرضية استخدام السلاح النووي في حال استمرار التصعيد وفي فعالية عقدت في لندن أكد المشاركون رفضهم المشاركة العسكرية البريطانية في الهجمات ضد اليمن ورأوا أن ما تفعله حركة أنصار الله هو نصرة لأهل غزة كما وجهوا التحية إلى جهود جنوب أفريقيا في محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية أعلم أن بعض الناس كانوا يأملون من المحكمة الدولية أن تدعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لكن إذا قرأتم في حيثيات قرار المحكمة ففيها دعوة صريحة إلى وقف القصف وعمال الإبادة ومطالبة إسرائيل بإصال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما دعت المحتل الإسرائيلي إلى تحمل مسؤولياته وفق ما جاء في اتفاقية جناب لكن القوات الإسرائيلية تفعل عكس ذلك وعلى رغم من خيبة أمل البعض لكن ما فعلته جنوب أفريقيا أحدث تغييرا كبيرا في الرأي العام العالمي وكشف حقيقة الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يسعى الشعب اليمني إلى نصرة غزة من خلال ما يفعله في البحر الأحمر وهو عمل يجب أن تؤديه الدول الغربية لكن بريطانيا اختارت الانتقام فبدل من أن تقف إلى جانب غزة شاركت عسكريا مع الولايات المتحدة في ضرب اليمن وهذا الأمر يجب أن يتوقف ما نحتاج إليه في بريطانيا هو حكومة ومعارضة يعملان من أجل الجلوس على طاولة لتحقيق السلام لا الحرب تحت شعار أوقفوا حرب الإبادة على غزة تظاهر ألاف المواطنين في مدينة طنجة المغربية مطالبين بإنهاء الحرب على القطاع وعلى وقع الهتافات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني رفع المتظاهرون شعارات رأوا فيها أن التطبيع السياسي هو السبب في المآسي مثمنين موقف جنوب أفريقيا التي رفعت دعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في تونس نظم ناشطون تظاهرة احتجاجية أمام استفارة الأمريكية تنديدا بسياسات واشنطن الداعمة للكيان الإسرائيلي المتظاهرون رفعوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة وداعمة للمقاومة في فلسطين والعراق واليمن ولبنان أيضا داعين السلطات المصرية إلى التحرك من أجل فرض إيصال المساعدات لأهالي غزة الذين يتعرضون للتجويع والقتل أمريكا هي رأس العدوان وهي الداعم الأول للكيان الصهيوني ونعتبر ما يقوم بيها الشعب اليمني والقيادة اليمنية هو عين الصواب لأن محاصرة أمريكا في البحر وفي الشارع ومحاصرتها وتعريتها من خلال الكلمات التي تقولها دائما من خلال أنها دعمة لديمقراطية أمريكا بانت بالكاشف أنها دعمة للإرهاب دعمة للكيان الصهيوني المقاومة الآن في أوج نهوضها في أوج معناها الضغطها على العدو بصفة عامة الإمبريالي والصهيوني ونحن في الحقيقة لن نستطيع أن نزيد على هذه القوى هي الآن تخوض حرب شريسة من العراق إلى اليمن إلى لبنان نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص على صلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد وأفادت وكالة إسنا بأن الجهات الأمنية اعتقلت أفراد الشبكة قبل تنفيذهم لمخطط تفجر أحد المجمعات التابعة لوزارة الدفاع في المجال الصاروخي والدفاعي في أصفهان العام الماضي وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد على رأس وفد دبلوماسي ويجري عبداللهيان في إسلام أباد محادثات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن مكافحة الإرهاب وبقية القضايا الثنائية عبداللهيان كان قبيل توجه إلى باكستان قد أكد أن إيران متمسكة بسياساتها الإقليمية والحفاظ على الأمن حادثة استهداف مقيمين باكستانيين في إيران عدتها طهران وإسلام أباد محاولة لإدخال الخلاف الإقليمي بين البلدين الجارين وهو ما ظهر من خلال تقاطع مواقف مسؤولي البلدين بالتحذير من خطط لزعزعة العلاقات بين إيران وباكستان بكر يونس والتفاصيل استهداف يطال مقيمين باكستانيين في إيران دفع إسلام أباد إلى التأكيد أن مثل هذه الاستهدافات هي محاولة لوقف جهودها في محاربة الإرهاب مؤكدة في بيانات صادرة من وزارة الخارجية أن باكستان ستعمل على منع أي تحرك يقوض جهودها في محاربة الإرهاب بالتعاون الأمني والاستراتيجي مع إيران إن هذه الحادثة تعد مأسوية ولديها أثر مباشر لأن هناك طرفا ثالثا يريد أن يستغل هذا الموقف ليحرز أهدافه وأعتقد أن هذه الجهة هي إما إسرائيل أو أمريكا أو الهند أو إحداها بصورة مؤكدة الموقف الباكستاني يراه مراقبون رد فعل إيجابي يصب في خانة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين رغم خطط دولية لزعزعة الثنائية الإيرانية الباكستانية العاملة على استقرار المنطقة وهو يتقاطع مع الموقف الإيراني الذي عبر عنه الرئيس إبراهيم رئيسي بالتحذير من أنشطة المجموعات الإرهابية المدعومة من واشنطن والتأكيد أن أمن باكستان من أمن إيران إن هذه العملية أدت إلى استهداف أناس بريئين لا شأن لهم في أي صرح وهي دليل على أن كل ما تريده هذه الجهة هو العمل على الإيقاع بين باكستان وإيران في هذه الفترة الحرجة في العلاقات بين البلدين الحدود الإيرانية الباكستانية كانت تشهدت توترا عقب استهداف إقليم بلوشستان من الجانبي الإيراني والباكستاني أمر نعتبر تحولا نوعيا في العلاقات الثنائية لكنه عاد ليشكل منطلقا لصفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري تعمل باكستان وإيران على بلورة سياسة أمنية قادرة على وقف المحاولات التخريبية لقوى دولية هدفها خلق النزاعات وغراق المنطقة في الصراعات جانبية بكريونيس إسام أباد الميدين إيران تنجح للمرة الأولى في إطلاق ثلاثة أقمار إصطناعية إلى الفضاء على نحو متزامن عبر صاروخ سيمورغ عملية يعدها الإيرانيون خطوة نحو التنافس مع الدول الرائدة في هذا المجال وإجازا لهم في مجال استكشاف الفضاء أحمد البحراني والتفاصيل لأول مرة تطلق إيران ثلاثة أقمار إصطناعية بحثية بنجاح إلى الفضاء وبشكل متزامن تحمل أسماء مهدة كيهان أثنان وهاتف واحد حملها صاروخ سيمورغ أقمار تهدف إلى اختبار أنظمة الصناعات الفضائية المتقدمة في تطور وصف بأنه سيفتح نافدة جديدة نحو اقتحام الفضاء حاملات الأقمار الإصطناعية التي تعمل بالوقود السائل استراتيجية للغاية مقارنة بباقي الحاملات وهي تمكننا من إطلاق الأقمار الإصطناعية إلى مدايات مرتفعة لذلك نصير في هذا الاتجاه لتحقيق مزيد من النجاحات يقول الإيرانيون أن الحدث يعد إنجازا آخر لهم في مجال استكشاف الفضاء وخطوة نحو التنافس مع الدول الرائدة في هذا المجال بعد سلسلة خطوات اتخذوها على مدى الأعوام الماضية عكست إصرارهم على أداء دور في ساحة الفضاء العالمية اللافت في عملية إطلاق الأقمار الإصطناعية الإيرانية إلى الفضاء هو ارتفاع وطيرتها في الأوينة الأخيرة ونسبة نجاح استقرارها في مدار الأرض وفي ذلك الكثير من الدلالات والرسائل ولعل إطلاق طهران أقمار نور واحد واثنين وثلاثة العسكرية في الأعوام الأربعة الماضية شكل نقطة فاصلة للبلاد في اقتحام الفضاء وتطورا مكن القوات المسلحة الإيرانية من النظر إلى العالم عن بعد على حد قول قائد حرس الثورة اللواء سلامي وهو ما أثار إدانة أمريكية إسرائيلية واسعة وتحذيرا من مغبة اقتراب الجمهورية الإسلامية من دخول نادي الدول المصنعة للصواريخ العابرة للقارات آخر الأقمار الاصطناعية الإيرانية ليست عسكرية على غرار قمر نور لكنها تهدف إلى تطوير هذه التكنولوجيا المعقدة على الصعود كافة والمساهمة إلى حد كبير برأي خبراء عسكريين في تحيد عنصر المفاجأة لدى أعداء طهران أحمد البحراني طهران الميادين بعد أزمة حاكم الولاية مع الحكومة الأمريكية المركزية يعود الحديث بقوة عن استقلال تكساس عن الولايات المتحدة فما هي مقومات الولاية الاقتصادية؟ أهلا بكم فجأة لمعصم تكساس تلك الولاية الأمريكية في جنوب البلاد باتت عنوانا لأزمة مع الحكومة الفيدرالية والسبب المهاجرون أزمة وضعت الولاية في قائمة الاهتمام وأعادت الحديث بقوة حول بقائها ضمن الاتحاد أو الاستقلال فما هي مقومات الولاية؟ هي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والنفطية في الولايات المتحدة وثاني أكبر قوة اقتصادية في البلاد بعد ولاية كاليفورنيا وإذا ما أردنا معاملتها كدولة مستقلة فإن تكساس ستكون ثالثة أكبر منتج للنفط في العالم بعد روسيا والسعودية وثامنة أكبر اقتصاد على هذا الكوكب يبلغ ناتج تكساس المحلي الإجمالي تريليونين وأربعمائة مليار دولار ويشكل أكثر من تسعة في المائة من الاقتصاد الأمريكي رقم يتنام بشكل مطرد حيث ازداد بمعدل سبعة بفاصل سبعة في المائة خلال الربع الثالث من عام 2023 أما إجمال صادرات الولاية فيبلغ نحو ستة وثلاثين مليار دولار قيمة اقتصادية كبيرة للولاية اثتعوم على بحر من النفط والغاز وتتصدر جميع الولايات الأمريكية الأخرى كأكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبعي مع نحو أربعمائة وثمانين ألف ميل من خطوط الأنابيب التي تمر عبر أراضيها تعد الولاية موطنا لربع احتياطيات الغاز الطبعي المؤكدة في البلاد وتأتي في المرتبة الثانية من حيث تصدير الغاز الطبعي المسال كما تحتل المرتبة الأولى في تكرير النفط عدا عن ذلك تتميز الولاية بوجود مراقز صناعية ضخمة فيها أكثر من مائة من بين أكبر ألف شركة عامة وخاصة في الولايات المتحدة جعلت من تكساس مقرات لها أكبر الصناعات من حيث الإرادات في الولاية هي تجارة البنزين والبترول وكذلك التنقيب عن النفط واستخراج الغاز بالإضافة إلى عمليات التكرير بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد من الأخبار والتفاصيل على صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر